النهاردة منذ الصباح شهدت مدينة باريس ومرسيليا أيضا يعني باريس عاصمة فرنسا ومرسيليا في الجنوب وأيضا مدن أخرى في اليونان وإيطاليا مظاهرات لوقف قانون يجبر الشعوب على التلقيح الإجباري لكورونا الغريب في الأمر أنه المظاهرات باريس قضها العاملين في قطاع الصحة وده حاجة عجيبة يعني أنه مش عايزين تلقيح إجباري في أثينا نفس الشيء المظاهرات كان فيها لافتات وشعارات ضد الحكومات في باريس وفي أثينا في اليونان ووجهت بقنابل مسائلة للدموع أنا بصراحة دايقني لأن أنا بحب جدا يعني باريس وأثينا ومدن دي مدن تاريخية وعريقة وفيها أثار رهيبة أنه تشويه المباني الأثرية يعني نصب التسكري مثلا في باريس من أجمل المناطق اللي ممكن توقف عندها أما تلاقي الناس بيدربوا عليها مش عارف يعني خد باريس المظاهرات عموان فأي ما كان في العالم بيبقى فيها تكسير يعني بيبقى فيها يعني مظهر من مظاهر اللا تحضر يعني لو هي مظاهرات سلمية والغريب برضو أن أنا شخصا شفت في باريس مظاهرات مثلا للمثليين مظاهرات للممرضات مرة حتى سجلت مع أحدى الممرضات من سنتين كانت ماشية سلمية وتمام وفاجأة أم تحول العنف وده حصل في شانزليزي النهاردة وشانزليزي أجمل وأغلى شارع في العالم أما تلاقيه القناة بالمسائل الدموع وورونا يا جماعة فيديو كده أو رشز قناة بالمسائل الدموع وحاجات وفوارغ الزجاجات وتترمي على الوفيتون مثلا الوفيتون يعني أغلى حاجة الشنطة هناك ممكن تلاقي شنطة بمليون واثنين مليون جنيه شنطة شنطة إيد مثلا شنطة حريمة ولا حاجة قادي شفتوا المظاهرات في باريس وأسينة من أجل فقط عدم أنهما مش عايزين إجبار يعني قانون يجبيرهم على التلقيح لكورونا كوفيد ناينتين فكانت قوات مكافحة الشغل في باريس بتتحدى أو بتواجه هذا